إذا نتكلمنا في فيديو سابق عملية الإمبورت على شكل ملف Excel File وطبعا ما راح نبدأ نتكلم عن الملفات الأخرى عملية الإمبورتة زي Xs or Xs TX or XML باعتبار أنه كثير من الناس يعني يمكن أنه يشتغل على الأكسس باعتبار أنه برنامج بسيط ولكن ما راح يبدأ يفهم التكس فايل ولا الأكسس طبعا أكسس نفس الأكسس بالضبط لكن الأكسس راح يكون عندك يعني أفضل من ناحية قبول البيانات من عدم يعني لذات داخل معلومة داخل نوع من أنواع البيانات بشكل خاطئ راح يقلك أوكي أنه هذا نوع البيانات هو خاطئ في الأساس مع ذلك إنت دخل String هو يريد Integer فراح يقلك أوكي هذا خطئ لكن as Excel File كثيرا أنه يشتغل على برنامج Excel وراح يبدأ أنه ببساطة ينشئ الحقول المعنية ويعدل عليها ويعمل import and export بنسبة للديرة خلينا نتعرف في هذا الفيديو على عملية التصدير المشروع بشكل كامل لبرنامج Revit كنا أنه أول شيء لازم تعرف أنه عملية التصدير هذه راح تكون لكل المشروع أوكي خلينا نفتح مشروعنا السابق اللي احنا عملنا وأنا راح أبدأ أصدر كل المشروع بتفاصيل أوكي لبرنامج Revit فببساطة فيمكن أنه تذهب هنا على File ثم على ذلك Export ثم على ذلك تقوم باختيار RevitStructure.exr File أوكي وراح يقلك أوكي هذا راح أبدأ أصدره إليك as the same location تقدر تعمل Browse تختار طبعا هنا دي يقلك أوكي أبدأ أعملك Export للRevit 2019 وأحدث له لأي Revit الأخرى المشكلة اللي هي تصادفك في الأساس عملية لازم يكون تطابق ما بين نوع الملفات اللي انت راح تبدأ تصدر عليها يعني بالبساطة راح تشوف أنه مشكلة أنه أنت مثلا الأضافة اللي احنا تكلمنا عليها خنا نروح إلى الويبسات الخاصة فيه الآن احنا في CSIamerica.com راح يشوف الإضافة اللي تعنينا بهذا الموضوع طبعا اللي هي CSI Cross Revit في القسم الخاص في الإضافات وأدي يقلك بيم لماذا بيم؟ لأن هذه بالأساس إضافات تشتغل على عملية استيراج وتصدير البيانات بين البنامج المعنية طبعا فمثل ما تلاحظ CSI Cross Revit اللي هي خاصة في عملية انه تصدر البيانات أو تنقلها تعمل عليها Tronisphere بشكل مباشر طبعا هذه تتميز ببساطة انه هي تصدر لك كل البيانات يعني ليست فقط مثلا تقول كبيانات خاصة في التعريف أو لا كل البيانات حتى بالنسبة للنمدجة بطبيعة الحال تقوم في عملية تصديرها بشكل مباشر خلنشوف الـ Overview الخاصة فيها هنا تحسينات لكن تقوم بالطلب بطبيعة الحال النقطة اللي لازم تنتبه عليه انه هذه الاضافة لازم تكون متوافقة مع الـ Revit اللي انت تشتغل عليه يعني انت كذا كنت تشتغل على Revit 2020 لازم تكون الاضافة هي 2020 بطبيعة الحال اوكي فيقليك هنا ان الـ User الى قدرة كاملة على انه يصدر البيانات ويعمل عليها تراني سفير الى برنامج يعني بين البرامج وطبيعة الحال وهذا عندك برنامج E-Tabs وهذا عندك برنامج Revit كل شيء يعني كل البيانات المعنية حتى تفاصيل النمدجة الخاصة فيها وما راح يبدون ينقلونها اليك وصدرونها لك وينشؤون المشروع داخل برنامج Revit بطبيعة الحال ايضا يبدي يدعم عندك عملية الـ Work Flows اللي موجودة عندك اوكي لعملية التصدير بطبيعة الحال هنا عملية التصدير يمكن تشمل عندك بعض الخاصات تقول اوكي انا تصدر فقط الـ Grid اوكي تصدر فقط الـ Grid هنا عندك Option للتصدير يعني Grid, Frame, Wall, Floor, Slab, Footing, Area Load كل هذه البيانات اذا كانت موجودة عندك فيمكن انه تعمل عليها Export بطبيعة الحال وتقوم في عملية تصديرها اوكي بنفس الوقت طبعا راح تشوف انه الاضافة يعني ببساطة تبدي تشتغل من حيث السرعة يعني ما راح تبدي تحتاج وقت طويل حتى يبدي ينشيلك المشروع خلينا نذهب ونعمل Export هنا Same location وكي تقول اوكي نذهب يعمل Exported Model Exported ارجع على برنامج Revit اقوم بانشاء مشروع جديد مشروع Structural Templates اوكي بعد ما تقوم بتثبيت الاضافة راح تبدي تطهرها هذه الاضافة هنا في Adds في قسم الاضافات ضمن القسم الخاص في External Tools اوكي راح تشوف عندك الاضافة المعنية عندك Export وعندك Import مثل ما قلنا عملية Export و Import هي ذاتها اذا احنا الان نريد نعمل Import ولكن عملية Import ما لتنا تكون Existing Revit هل تريد انه يعمل لك Import ونشيلك مشروع جديد لو تريد انه Add Existing انا راح اقل له اوكي عمل لي Import ونشيلي مشروع جديد ما في عندي مشكلة راح بدي اتخلى عن هذا المشروع اذا اخير نروح على اذا احنا حفظناه داخل Etabs Project هذا هو الملف ببساطة ملف الexr file ونقل له اوكي طبعا الان راح يبدي يعطيك التفاصيل المضمنة انه ودي يقلك اوكي عندك Frame عدد 413 عندك Cools 20 عندك Flores Lab 106 عندك فتحات 5 عندك Load موجود راح بدي اضمنة عندك عندك Load Combination موجود اذا راح بدي اضمنة عندك اذا انتفهم انه هنا البرنامج Revit ايضا يقدر انه يقوم بتسليط اللود وتجهيزه وتقدر انه ترسله بشكل مباشر ويبدل البرنامج Etabs يحلي ليلك هنا عمليات او options خاصة في المابنج يعني في Frame Section هذه هي Frame Section دايقلك اوكي هاد بيانات Frame Section اللي حصلتها الول سكشن دايقلك Create Revit Equivalent راح يبدي يسوي لك W25 يبدي انشاء لك نفس الخصاص السكشن الخاصة في الفلور دايقلك انا راح ابدى انشكليها من خلال Create Revit Equivalent اوكي المقابل الى في برنامج Revit راح اقل له اوكي يبدي في عملية انشاء المشروع عندنا فطبع راح تتمر عملية الـ Processing عندك ببساطة يعني ما راح يبدي ياخذ كثير من الوقت حسب حجم المشروع والبيانات المرفقة تضر بعض الوقت الى انتهي من عملية الانشاء اذا بعد ما انه تنتهي من عملية راح يعطيك هذه الرسالة اللي توشر الى انه Data Montech Tronosphere Complete انه عملية الـ Data Tronosphere انتهت بالنجاح ما في اي خطأ او ارار موجود عندك طبعا راح تشوف عندك ذات الترتيب وذات النظام بطبيعة الحال ولكن تبقى عندك فقط انه البرنامج Revit يبدي يدخل في عملية النبذجة بطبيعة الحال يعني ترتيب البيانات وما الى ذلك خلينا نشوف الـ 3D Model ونشوف الترتيب كيف راح يكون اذا هذا هو الترتيب مثل ما تلاحظه الان امامك اوكي خلينا نبدي نخفي مثلا الـ Analytical Model ونقوم بعرضه على اساس Fine ونقوم بعرضه على اساس يكون عندك Realistic حتى يكون عندنا واضح اذا مثل ما تلاحظ هنا حتى الفتحات هذه عند الفتحة الـ Opening اللي انا عملتها ايضا قام في عملية تصديرها الان تبدي تأكد من الموضوع انه هذه الكائنات هل هو صدرها بنفس الخصاص يعني تتأكد انه هذا عندك مثلا ترجح هنا على الخصاصة الخاصة في انه تدخل على وشوف انه هذي المقدار طبعا خلينا نغير الـ Units داخل برنامج غرة فتح هنا عندنا نظام إلى الـ Area خالت كون عندنا في المتري same time اوك ابدي أختاره وأدخل هنا على الأدد وشوف و 이런 job لو كان لدينا جيد هنا عندك الـ Wool مفروض تكون عندنا 25 لدي أننا أبدي أعملك equiv latent مالتها لقابلها فهو W25 الاسم مالتا وان الوث مالتا 0.25 مثل ما تلاحظ الان اوكي طبعا ايضا بنفس الوقت انه تتأكد من عملية التصدير نسبة الى الديمينشينز اللي موجودة عندك بطبيعة الحال فمثلا خلينا نذهب هنا على الستوري هنا عندك ستايد وهنا عندك ستوري 1 المشكلة طبعا انه داخل برنامج الرفيد الستوري هو اوكي هو مصدر الستوري المعنية اوكي هذي ستوري 1 ستوري 4 مثل ما تلاحظ الان هذا بالنسبة للبروجيكت مالتنا ولكن مشكلة لم يقوم بادخال الستوري بطبيعة الحال اوكي هذي عندي الستوري 1 ولكن ستوري 2 3 ما بده دخلها لازم انه تضيف الاسماء انت بشكل مباشر هي في الاساس موجودة داخل الاليفيشن يعني اتراه على الاليفيشن راح تشوف عندك الستوري المعنية اوكي هذي الستوري راح تشوفها عندك موجودة بالفعل وبنفس الصيغ الاسماء اللي هي كانت يعني كانت موجودة داخل برنامج ايتابس بطبيعة الحال اذا مثل ما تلاحظ العملية جدا بسيطة مجرد عملية نقل البيانات والفائدة الرئيسية انه تقدر تشارك بياناتك بين البرامج وطبيعة الحال اشتركوا في القناة